كلام قد يبدو أصدق تعبير عن موقف السوريين من الجامعة العربية ومهلتها في البداية ثم مبادرتها تجاه أزمتهم مع نظام صادر حرياتهم أربعة عقود ونيف فالوضع في سوريا برأي السوار لا يحتاج إلى هذه التكتيكات والالتفافات لحل الأزمة آراء وردود فعل يطرحها السوريون على ما تبقى من ضمير عالمي دون أن يجدوا لأسئلتهم إجابات حقيقية مبادرة عربية بعد ثمانية شهور من القتل لم يجد السوريون لها مبررا سوى إنقاذ النظام وإعطائه المزيد من الوقت للاستمرار في إراقة دماء المدنيين تابع الشعب السوري مسيره على درب أساليبه السلمية حتى في رفض مبادرة الجامعة العربية بعد احتجاجه على ممارسات النظام رفع لافتات بلغات متعددة واضح فيها موقفه من دبلوماسية البيت العربي والمواقف العالمية إزاء ما يتعرض له من عمليات عسكرية وأمنية ولافتات أخرى تعيد التذكير برفض الحوار مع النظام جمعة وراء جمعة يؤكد السوريون الثائرون موقفهم من الثورة بشكل عام ففي جمعة شهداء المهلة العربية اعتبروا أن من لا يجد سببا يموت من أجله فهو لا يستحق الحياة هي كلمات أصر فيها على ثباتهم وإصرارهم على المضي في ثورتهم حتى لو تخلى العالم عنهم لسان حالهم يقول سوريا الغد لنا وعليكم أن تحددوا موقفكم بوضوح وكعادة السوريين لم يتخلوا عن حس الفكاهة فيما حملوه من شعارات وكأنهم قد نشروا جريدة تعبر عنهم من خلال لافتات متكاملة تراوحت بين الجد والسخرية الخبر والرؤية هي إذن رسائل لا لبس فيها يوجهها الشعب السوري بسلمية وأسلوب راق علها تصل إلى آذان الجامعة العربية فتغير من موقفها وتتخذ خطوات أكثر صرامة قبل أن تسقط في نظر الشعوب كما سقطت في نظر هؤلاء المتظاهرين